ترجمة نانسي قنقر أولا بعد تسجيله للزمن الأفضل في حصة التأهيل التي قيمت على حلبة البحرين الدولية يوم أمس هذا وتصاحب سباق الفورمولاون جملة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في ظل الإقبال الكبير من قبل محبي متابعة سباقات الفورمولاون من داخل مملكة البحرين وخارجها حيث أشهد الحضور بالتنظيم المميز والفعاليات المتنوعة المصاحبة لأجواء السباق مؤكدين أن مملكة البحرين أثبتت تمييزها خلال العشرين عاما الماضية بتنظيم السباق على أعلى مستوى من الاحترافية